موسيقى مرحبا تعد الغيبوبة أو الكومة حالة طبية طارقة بيتسبب بحدوثها عدة مشاكل مثل ضربة قوية على الراس أو سكتة دماغية أو غيرها بتصيب كل الناس وبتصيبهم بحالة من فقدان الوعي لمدة طويلة ممكن يوقعوا منها وممكن لا وإذا ويعيوا يوقع داي ممكن يكونوا بحالتهم طبيعية كمان أو لا الغيبوبة أسبابها وإمكانية علاجها مع دكتور جون الحاج جراحة اختصاص إذا بدكم في جراحة الدماغ والأعصاب أهلا وسهلا فيك دكتور بكلينيك صوت لبنان أهلا وسهلا فيكم بحقي المستمعين الكرام يعني من أول ما توصلت معك وقررنا نحكي عن الكومة قلتلي موضوع بيحمل حلقة وموضوع بيستحق نحكي معه على قد ما هو مهم ولكن علاجيا ما بعرف قديش ممكن فيه علاج هايك إذا بد ببلش من هذا السؤال فيه علاج أو ما فيه علاج للكومة بالطبع كل أمر طبي مفروض يكون فيه علاج في حال اكتشف السبب والسبب يعالج هلا الموضوع فعلا متجذر ومتشعب جدا وبيحتمل أسباب عديدة نحنا ما نقول كومة كلنا ما نفكر أنه أكل ضربي عراسه عن الكومة فيما أسباب كبيرة كثيرة ومتعددة للكومة لو حاولنا ناخد بس الأطباء اللي هني بيتعاطوا بهالحالة هاي منعرف قديش فعلا متشعبة يعني فيه جراحي دماغي بيتعاطوا فيه أطباء الدماغ العاديين فيه أطباء الإنعاش مرات أطب الروية مرات أطب القلب لأنه كل هالأجهز اللي عم نعقدها ممكن يتضرروا ممكن هني يكونوا سبب بالكومة اه مش ممكن يتضرروا يكون هني سبب الكومة سبب الكومة هي حالي وليست مرض هذه الحالي ممكن يسببها عدة أمور ومشكلات بعدة أعضاء بالجسم يعني ناخد مثل قريب جدا ومثل بعيد جدا من الأمثال القريبي توقف في عمل القلب لأي سبب ما يقولوا وقف قلب وسكتي قلبية إذا طالت فوق دقايق مثلا خمس ست دقايق ممكن تسبب ضرر للدماغ ويحصل حالة تسمى كومة اللي هي فقدان الوعي لفترة طويلة أما بدي أخد مثل بعيد كمسبب للكومة ما منشوفه دايما ممكن يكون مثلا واحد عمل التهاب بالكبد لسبب ما فيروس أو بعض الأدوية أو بعض السموم والكبد راح ينتج مواد تسمى الأمونيوم اللي هي بتسمم الدماغ وبتسبب كومة كمان صحيح فبين هود الابعاد اتنايناتهم في عنا عدة أسبيب خلينا ببداية دكتور نذكر كل اللي عم يتابعونا فيكم تشوفونا بالصوت والصورة عبر VDL.me وعلى كل صفحاتنا على السوش الميديا Voice of Lebanon 100.5 وفيكم كمان تتواصلوا معنا على 0-1-325-3576-611-03 أو 0-25 واتس أب 766-611-01 وممكن دكتور الحاج يجاوبكم على كل الأسئلة اللي بتطرحوها دكتور ما بعرف إذا يعني حول هذه الحالة بالتحديد في أسئلة ممكن تنطرح مثلا أو بدنا ننطر القضاء والقدر تيوعها الشخص يعني فينا نعرف لا وكيف وشو هالأسئلة بتسألها العالم طبعا ابنها جوزة خياء دكتور ليسر معه هيك فينا نعرف كيف فينا نعرف طبعا بغير تشخيص يعني بغير تشخيص طبيعة الحالة بيوصل المريض على الطوارئ هو بحالة غيبوبة اللي هي كوما فإذا أول شي لازم نعمله نجرب بأسرع وقت ممكن نأمن قبل الأسئلة حيثيات الحياة أو مستلزمات الحياة اللي هن نأمن له نفس نبض وضغط وأكيد القلب يكون عم يشتغل مظبوط هذي وقت نأمنهم يعني مضطرق مباشرة لأسئلة من الأهل أو المحيطين فيه يعني مثلا ممكن يقول إنه هذا الصبي أخد الدوة تبع حدا من أهله بالغلط شربه خلق حالة تسمم هون نعرف سبب الكوما في أسئلة بتبقى واضحة جدا يعني مفترض نحنا كأطبة من القصة اللي نحصل عليها من الموجودين حواله للولد أو للشخص نقدر نعرف تقريبا نحنا وين أو إذا مثلا وصل المريض بحالة غيبوبة نعرف شو أدويته شو عم يخد أدوية تبين إنه هيدا عنده سكري بالدم بدو يجيب يبيلنا ممكن كون عام يعمل كوما بسبب هبوط حد لمنسوب السكر بالدم أو العكس يمكن عمل بشي بيسموه كوما أسيدو سيتوزيك يعني كوما بسبب تراكم الحوامض الناتجي عن حالة السكر اللي عنديها فإذا القصة كتير مهمة ولكن بالبداية مفترض كأطبة نأمن مستلزمات الحياة اللي هني برجع بعيدهم الأكسجين يعني مش لازم يكون في شي بتمو ديجاتا نقدر إذا بني أعطيه أكسجين في شي علقان مشكلة إذا عنده واجبت سنال لازم يكون عمل القلب وظيفته مأمنة وبنضطرق بعدين للعلاجات البقية خلان ناخد أول مدخلة ألو ألو بونجور بونجور وطي شفية الصوت من عندي كوسمعين على التلفون بليز رح أقض فيه دكتور أنا بدي أسألك حضرتك عم تحكي على الحالات يلي بالكومع بس حضرتك متل ما سمعت بالأول إنه كمان أعصاب راس وهالشياء هيده كله سؤالي لقلك أنا عندي ابني عمره هلأ صار بالأربعة وثلاثين يلي عمل إبيلبسي بعمر ستة سنين وبعدنا لحديث هلأ منتعذب فيه بس سؤالي لقلك حضرتك أنت لهلك هيده ولا بس لحالة أغير أول شي بشكر سؤالك بالنتيجة حالة الإبيلبسي هي بعالجها طبيب الأعصاب مش جراح الأعصاب ولكن مش هام نحن عم نحكي عن الكومة ومنقول إنه الإبيلبسي بتقدر تكون سبب حتى بالكومة لا سمح الله إذا تكررت كريز الكهرباء اللي بيسموها إبيلبسي إذا تكررت دون إنه يرتاح المريض عم بحكي يعمل كريزة ورد ثاني ورد ثاني بيقدر يكون هيده سبب إنه يفوت كومة وإلا سبب الإبيلبسي مفترض يتحدد بالتصوير مثلا تصوير مغناطيسي أو بتصوير سكانر طبقي محوري محوسب سيتي سكانر أو طرق تاني وهون بس نعرف السبب بدنا ناخد أدوية وفي البعض منهم ممكن يستفيد من جراحة دماغية بمكان معين بالدماغ بس هيده أكيد من بعد ما نستنفد إمكانية لعبنة معالجة بالأدوية نعم عشان نكون جوابناكي دكتور هل بتعني الغيبوبة نوم عميق إذا بدك لابد زمنية محددة أو يمكن غير محددة؟ الغيبوبة بالمبدأ هي فقدان وعي بصورة طويلة يعني عم نحكي قطعنا مثلا ست ساعات ممكن الطول ممكن طول ثلاث أشهر ممكن طول سنة وهون بدي فيه مفهوم مهم إذا حصلت الغيبوبة بسبب لطمي على الرأس حادث سيارة ضرب راسه بحائق زحتة بسين أو شيء هون ممكن قبل ما نقطع الأمل ونقول إنه صار عنده مزمنة الغيبوبة أو صار دخل حالة بسموها حالة إنباتية كوما فيجيتاتيف يعني هون ننطر سنة قبل ما نقول هيده الشيء الآن ممكن ينطر أما فيما لو كانت الغيبوبة بسبب جلطة ديمرية بالمبدأ ثلاث أشهر كيفين لقلنا لنقول خلاص دخلنا مرحلة الكوما فيجيتاتيف اللي هي حالة الغيبوب الإنباتية بقى أكيد السبب هون مهم كتير دكتور يمكن بالآخر كان لازم أسألك هذا السؤال بس على المدة اللي عم تقولها سؤال سئيل وأنتوا يمكن تم وضع بوضع موضع مش حلو أنت بتعلنوا لأهل إنه نحنا خلاص بانتظار قراركن أنتوا نوقف المكانات التي تتنفسه وخلافه عن مريضكن يعني بعد كم فخوصات وبعد يدي وقت أنه خلاص نحنا صار الموضوع بإضربنا سؤال كتير مهم فعلا نحنا يعني وقتا نواجه هيدا الوضع منكون جدا 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 حذيرين ومنقول في مسلمات علمية وهالمسلمات يعني مثلا ساعة من اللحظ الفحص العصبي اليومي وهون في جدول بدنا نعمله جدول فحص سريري يومي يومي يتوجه لكل عصب من أعصاب الدماغ ومنشوف بالضبط إنعكاسه وردة الفعل اللي عم يأتي بها من المريض إذا منشوف هون هذا الجدول يمكننا أن نشكل سلم يسميه سلم الوعي وهذا سلم الوعي إذا كان فعلا المريض بأدنى درجة بسلم الوعي منبلش نفكر إنه ممكن ما يعود بقى في أمل لدرجة بصير فيه اختفاء لكل هذه الإنعكاسات والفحص السريري بيقول إنه صار فيه تقريبا حالة موت دماغي هون منبلش نقول لازم نعمل تخطيط كهرباء تخطيط كهرباء الدماغ لنشوف نشاط الدماغ الكهرباء يبدغ على أن الدماغ بعده عم يشتغل أو لا؟ فعلا فعلا إذا في عندي شي يسموه سيلانس إلكتريك يعني إنعدام النشاط الكهربائي لمدة نصف ساعة ولفحصين متكررين بعد أربع ساعات منكرر الفحص الثاني هون فينا نبلش نفقد الأمل وإذا بدنا ناخد فحص دقيق أكثر فينا نعمل إحدى الوسيلتين إما بنعمل فحص يتوسل إعطاء مادة بسموه راديونيكلييد بالدم ومنشوف نلحق مسار هذه في الدماغ إذا ما عبت تفوت على الدماغ نهائيا يعني فيه إنعدام للتروية الدماغية الفحص الثاني هو صورة لشرايين الدماغ يلي بتمكني يقول صار فيه إنعدام وصول كمية من الدم أو إنعدام جرايين الدم بالدماغ بهون حالتين بتصير الموضوع بيدلها هون صراحة لننعلن حالة الوفاة الدماغية وبتصير القرار بيدلها هل أمت بيشيروا المكانات أمت لا عادة هده عندهم وقت يضلوا مقررين إنه بدنا نخلي المكانات عادة عادة وقت اللي بيصير فيه علميا موت دماغي مثبت بالوسائل اللي عددتها الدماغ ما بيقدر يعيش أكثر من عشرة أيام منه بيقوله ستة أيام بس عشرة أيام مقبولة يعني بتذكر بدون ذكر أسماء لأنه حدا صورة معروفة بالمجتمع كان وصل بحالة التروما يعني انضرب عامل حادث سيارة ومن وقته الوصل يعني عرفنا أنه فيه موت دماغي ضاين 11 نهار لحتى توقف عمل القلب لأنه منعرف القلب مركز عمله موجود بكعب الدماغ بكعب جزع الدماغ وآخر شيء توقف ضل يشتغل لحظة عشرة مش هيك منو الآخر شيء آخر عضو بتوقف عن عمل هو القلب خلا ناخد اتصار دكتور يعطيكن العافية هلا الله الدبتور بما أنك حكيم دماغ أني رح اسألك عملت عملية برأسي طلع عندي كيس عملت عملية مش الحال طلع يعني حماد ورصحات وكل شيء بس قالي الحكيم بعد 6 شهر تصور تصور ترجع طلع عندي كيس تاني يعني فتحت رأسي مرتين صار عندي عم نسمعك تفضلي يرسي اه اثرت ايدي واجري صار عندي كهربا فيهم قالي الحكيم لي عملي العملية قالي ما فينا نعمل شيء بديك تتعاملي مع دكتورة عصاب لأنه دماغ تزعل هلا لأنه شلنا من حدو هالكيس وهايك بدي تتحملي أنا إذن سبع سنين عم بياخد دواء شو رأيك جاني شو ودي يعملوا لدماغ ليتحسن شكرا لإليك شكرا لإليك مدام ايه مدام هلا العملية بالطبع الظاهر انه الكيس حميد متل ما قلتي وكل تدخل جراحي بالدماغ بيحتم انه نستعمل دواء للكهربا لأنه الدماغ مظبوط هو استعمل تعبير لحتى تقدر يمكن تستوعبش وقصده انه الدماغ زعل نحنا منعتبر انه كل جرح بالنسيج الدماغي ممكن يسبب كريزة كهربا اذا هاي مشكلتك هي بس بالأدوية اذا في معاودي للكيس طبيعة الحال اذا مفترض يصير في عمل جراحي تاني او تالت ليش لا ما في مشكل ابدا فيك يتمشي فيها يعني بديك تشوفي بقيت راجع مع حكيمة طبعا طبعا بقيت راجع مع حكيميك دكتور اوقات الاهل خصوصا اذا كان طفل صغير بيقول لك شفنا حركات هزلنا ايده او هزلنا راسه او حركة اجره هالامور بتاخدوها بعان الاعتبار او انه بتكون اذا بدك التخييرات او التهيئات او العقل الباطني طبع الاهل او يعطيون order انه تيتمسكوا اكتر بامل يمكن هو مش موجود طبعا نرجع من اكد على الفحص السريري اليومي اللي بنعمله بموجب جداول طبية ومتعرف عليها من كافة اطباء العصاب بالعالم اذا احنا وعم نفحص نشوف انه هذا المريض اللي هو بغيبوبة فيه امل انه يتحسن بطبيعة الحال كل خبرية ان كان من الاهل او من الممرضات تؤخذ بعان الاعتبار اما فيما لو كان المريض بحالة غيبوبة مثلا درجة رابعة يعني اعمق درجات الغيبوبة الموجودة والاهل المصرين انه في تحرك اثر او من بعد اثارة معينة يعملوها مثلا بيقرصوا شوي حرك هاي فيها تكون يسموها حركة انعكاسية يعني موفمون ريفلكس ينقذ الجسم حركة ريفلكس يعني المصدر تبعوها وتحليلها يتم عبر فقط النخاع الحبل الشوكي يعني لا تموت الى الدماغ بصلع هل مشان هيك لأ منقول له ان هذا امر وارب نحاول نشرح له ان هذه حركة انعكاسية ما يكون الامل كتير كبير في حال نحنا جداولنا للفحص السريري تؤكد انه فيه حالة غيبوبة عميقة وقال له هي تؤخذ بعن الاعتبار مثل ما حضرتك قلت ودايما الاهل يتمسكوا بهذا الامل اسباب اللي يعني قلنا انه ردود بالدماغ ممكن جرعات كبيرة منه مخدرات ممكن سبب غيبوبة او شو بعد قصص تاني دكتر فيه كتير اسباب صراحة يعني خلينا التهابات التهابات دماغية مثلا نحنا استمعنا كتير انها بموسم كورونا استمعنا كتير انه في ناس بسبب كورونا فاتوا على عينيب وعملوا غيبوبة اما في كتير فيروسات غيرهم يعني عم نحكي مثل الفيروس اللي بتعمل حبوب صغيرة بتحرم زنار النار اللي هي الهيربس بيقدر بكل سهولة ونحنا بنعرف انه بس نقول حدا عامل كومة بسبب فيروس منفكر دغري بنوعين مش بكورونا منفكر بالهيربس زوستر منفكر بسيتوميغالوفيروس اللي هني مسببات لكومة ومشان هيك هدا بالنسبة للالتهابات كمان ممكن يكون طفل عم يعمل التهاب اذن اللي هو امر شائع عندنا هل قدي ممكن شيء التهاب اذن طبعا ليش لانه التجاور بينها موقع الالتهاب في الاذن وقاعدة الدماغ اللي هني في حائط فقط بيناتهم حائط عظمي ممكن يسبب التهاب للدماغ وممكن يسبب تجلط بالوريد الرئيسي للدماغ وهذا الشي بيخلق كومة في اسباب تاني اسباب هرمونية فينا نفكر بالغدة القضرية اللي هي الجلانت سورينا اللي هي ما فوق الكلام هذه الغدة كمان مرات بينتج عنها سبب كومة او غدة الدرقية اللي هي بتعطينا بيقولوا انه واحد بعصر كتير لانه عم تفرز الغدة اللي بالرقبة عم تفرز كتير واحيان كمان الغدة المجاورة للغدة القضرية اللي هي غدة الكالسيوم اذا صار في افراط بمنسوب الكالسيوم بسبب اختلال بهذه الغدة وافرازاتها ممكن يقدي لكومة فينا نروح لاسباب وراثية مرات بيبقى طفل لانه هاي دي الحالة بالغيبوبة ميشوفة هونيك هيدا طفل بيقولوا انه بعد اكلة معينة حصل عنده غيبوبة ومنلاحظ على بعض المأكولات والمشروبات انتبهوا ما بيقدر يتناول شخص عنده مشكل بالفانيلالانين مثلا هيدا بيبقى عنده نقص بالانزيم اللي بيهدم هذا النوع من المادة الموجودة بالمأكولات والمشروبات فيما لو هملناها اصبح ما عم يهدمها هذا الانزيم رح تتراكم بجسمنا وتتراكم بيوصل وقت دماغنا بطل يتحمل بيفقد الوعي هل فردا اذا مش حادث مش اكسيدون فوري اذا حتنا وقعنا في الطابل الحالي تملنا حادث سيارة اي اكسيدون سريع بالحالات الطبيعية هل هناك اشارات ما الى انه ممكن هالشخص يوصل على مكان يصير معه غيبوبة او لا هيدا ما الى امدا اي اشارة طبعا اذا كان مسببات مثلا تناخد سببين عم ناخد الابيليبسي مثل ما اتفضلت وتصلت احدى المستمعات الابيليبسي اللي هي كراها كهرباء بالرأس اللي بيعمل كهرباء بالرأس تناخد مثلا كنت عم نحكي مثلا واحد عم يعمل عم يتسبح بيعمل كريزة كهرباء لأول مرة بيعمل كريزة كهرباء نوعان سببين للغيبوبة احد الاسباب هو الابيليبسي كريزة الكهرباء وثاني سبب التراكمي اللي هو اختناق نقص الاكسجين وصار في ضعف بالاكسجين للدماغ هيدا واحد من الاسباب بقول انه اذا كان ممكن يكون عنده كريزة كهرباء قبل في كتير عوارد وما بيكتشفينا مش مكتشفينا يمكن لانو ما بيعرفوا بعض الاشارات فيما هي بيقاعد معك عم تتروق انت ومشان هالطفل قدامك عم تتروق انت ويه صفن الصفنة ممكن تشكل عند بعض الاطفال حالة كريزة كهرباء هون الاهل ما لازم يهملوا هالموضوع يسألوا الطبيب الدكتور خليل اذا بدنا نبسطها اكتر للي عم يسمعونا ويشوفونا شو هي شو الاشارات بسان ممكن صفن عكازها مرة هايدي اشارة لازم بتدفع صفن ايده واجره او ايده او اجره او قسم او وجه يعني او ثلاثتهم سوا عملوا اختلاجات انتفاضة هيك صار فيها مثل رقصة بالعضلة تبع الوجه وتبع الايد او الاجر اذا مثلا نحس بتنميل او خدر يعني احساس متشوش خلينا نسميه تنميل خدر واخذ ابر لدقيقة او نص دقيقة او خمس دقيقة وروح اختفى وهذا شي بطرف معين اما ايده اما اجره اما وجه او حصل رقصة عين كمان حركة غريبة بالعين هاي بنشوفها عند الاطفال عادة يلي بيقولوا صار في نزول نزول للعينتان الى الاسفل بيسموها حركة غروب الشمس هي عم تغطس الشمس بالبحر نشوف انه هيدا المشهد بدي خلينا نقول لا في مشكل ونروح نستشير طبيب وسهل نشخصها بواسطة تخطيط كهرباء دماغ يعني هون يكون فينا نعطي علاج قبل ما نوصل للمحظور طبعا قبل ما نوصل للكوما بياخد دواء ويوقف كرايز الكهرباء طبيعي يكون عملنا صور لنشوف اذا في اسباب بنيوية مرات فيه علاجات للكوما دكتور او لا بان انتم المريض طيوعة لا فيه اكيد علاجات يعني اليوم اذا بعرف انه الكوما بسبب مثلا تسمم تناول بصورة كتير كبيرة منعالج الموضوع منعالج الموضوع هيدا اذا منشوف انه السبب هو خلل او اعتلال باحدى الغدد كمان بيمشي الحال اذا منشوف انه سبب الكوما هو انه حصل نزف بالدماغ لسبب انه حصل نزف بالدماغ وعم بصير في ضغط هائل بحجم الدماغ عم يخلق حال الدماغ هون فينا للدخل جراحيا او اذا كان سبب النازف مثلا بيسموها كبكوب شريانية سنحكي بالدرج اللي هي اي في ام ارتيريو فينس مالفورميشن هيدا من الاسباب اللي الاهل بيكونوا عيجهلوها يمكن اول مرة تحصل على صورة نزف منرجع على البسين وطفل عبتسبح بالبسين وشمس اغلب الاحيان بتحصل هناك دربة شمس بتقدي لنزف هو ما بيعرف شو صار بغيب عن الوعي وبينزل بالبسين وبيصير اللي صار هاي اكيد العلاجات اما جراحية اما بواسطة القسطرة يعني منفوت بكاتاترييسم وممكن نقدي العلاج لقلب يعني دكتور الكبير اهوان ولا صغير اهوان ينجوا من الكومة واذا نجيوا من الكومة بنص دقيقة الدي ممكن يرجعوا لحياتهم الطبيعية اذا وعيوا من الكومة الدي ممكن يرجعوا تكون حياتهم طبيعية او لا مستحق فينا نرجع لحياتهم طبيعية كتير مية بالمية كله حكر على عدد الدقايق اللي حصل فيها مدة الكومة الدي قبل ما نصل فيها على المستشفى اي 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 اكيد الاثنين بالنسبة اذا كان الكبير احسن ولا الصغير احسن الطفل لناحية المنسميه بلاستيسيتي سيريبرال يعني المروني مرونة خلية الدماغ وقدرتهم على التحمل هون هايدي نقطة ايجابية للطفل اما لناحية الاسباب اذا كان مثلا سبب هو ورم خبيس بجزع الدماغ خليني يقولوا لي سبب كومة هون حتى لو كان طفل اذا كان عامل كومة بينما الكبير عامل كومة بسبب توقف قلب بسيط قدرنا نعمله انعاش وطلع منها نهائيا لون الاسباب بتأثر والعمر بيأثر دكتور جمحاجة اختصاصي جراحة الدماغ والعصاب نحنا كتير تشرفنا بوجودك معنا بحلقة اليوم من كلينيك بتأمل انا كونقدرت تايك اسألت الاسئلة اللي يمكن المشاهد بقدر يستوعبها ويعرف كيف لازم يتصرف بحالات ممكن تطرق على كل واحد منا انا بدي اتشكركم والله يضيمكم بالهمة لانه فعلا هيك موضيع دايما تلقي ضوء للناس وممكن ممكن تخلص مريض مشان هيك عنا امل انه يكون في حلقات متتالية معك تتضوي اكتر عن هذا الموضوع ان شاء الله خير كلينيك انتهى لليوم شكرا لكل اللي يتبعونا من التقي فيكن من جديد اتضلوا بخير كلينيك سعط لبنين كلينيك سعط لبنين اشتركوا في القناة